كشور السليم بقت بقى الف وثمانمائة جنيه. ليه? وطبعا عشان تعملي بدائل العيش كلها محتاجة كشور سليم. طب ايه البديل? انا كنت قلته لكو قبل كده بس هقوله لكو تاني. انا طبعا لما لقيتها بقى الف وثمانمائة جنيه روحت جايبها بزور القطونة. الحمد لله ان هي لسه ما غاليتش. انا كنت بجيب كشور السليم كانت بخمسمية جنيه كيلو. طبعا كنت بجيب منها مية جرام ولا حاجة بيعودوا معي كتير جدا لاني باخد منها معلقة في الخلطة. فجبت آآ بزور القطونة كنت بجيب الكيلو بتاعها في حدود مية جنيه. دلوقتي بقى مية وعشرين يعني زيادة عشرين في المية بس في مقتورة عليها. وده بيبقى شكلها فقلت اجيب منها كمية قبل ما تغلى هي كمان لان لو الطلب زيت عليها طبعا هتغلى تاني هي عشان الناس مش عارفها قوي فالطلب عليها اقل شوية. فجبت الاول الكيس الصغير ده وقلت لأ ممكن لما استنى شوية لها غلية اكتر وتبقى تعمل نفسها كشور سيليم. فانا اعملها. جبت كمان مع سمسم ابيض آآ ني علشان اعمل دقيق السمسم عشان انا بحب جدا العيش اللي هو بديل العيش البلدي. ده اكتر عيش آآ طعمه قريب للعيش البلدي. بعملها ازاي كشور السيليم من بزور القطونة. بجيب حبة بزور القطونة وروح ضربهم في المطحانة بتاعتي وبعد كده بنخلهم بالمصفى. يديني الشكل ده. ده اللي بينزل. بيتبقى طبعا الحاجات اللي هي الكشور اللي هي مش عايزها. بتفضل في المصفى. لكن اللي بينزل من المصفى تحته وبيبقى ناعم ده هو ده كشور السيليم. بتبقى فعلا شبهها بالزبط ونفس التأثير بتاعها وبتمتصل مياه من العجينة وبتقوم بنفس الدور هي بالفعل كشور السيليم. وبكده النص كيلو ويقف عليها بستين جنيه بدل ما اجيب مية جرام بس بمية وتمانين جنيه. والنص كيلو دول هيطلعولي اكتر من مية وخمسين جرام من كشور السيليم. فالفرق فضيع. اتمنى بقى محدش يغليها تاني. ولما الناس تطلبها تغلى. فا دي حبيت اقول لكم معلومة يارب تكون في التقود. ولو عايزين تعرفوا معلومات تانية ووصفات آآ اسألوا في التعليقات. سلام. هتوحشوني. وانا مستنية هعمل معاكم التاني آآ عيش السمسم. مرة كمان في الفيديو عشان اللي ما شافوش يشوفو. ويا ريت ما تنسوش في الشتة دي تشربوا مية كافية علشان المية هي بنزين الحرق زي ما قلتلكو قبل كده. والناس بتنسى في الشتة تشرب مية. وطابعوني عشان نعمل وصفات مع بعض ومش هننسى ابدا ان نستغل الشتة ده في الضايت بتاعنا عشان نعلي حرقنا. ما تنسوش تدخلوا على متجر سيزمة. واتعملوا على علشان تشوفوا المنتجات بتاعة ويا رب تعجبكم ومستنية قيماتكم وطلباتكم من خلال المتجر سيزمة اللي هو بديل للمتاجر اللي موجودة اونلاين عشان المقاطعة. سلامة وحشوني.